حتى همعك موضوع دلوقتي اعتقد واتصور انه مسك قبل كده او لمسك قبل كده او حصلك قبل كده موضوع اللي جان اللي بقت في الكورة اللي جان الالكترونية اللي هو انا النهاردة همسك عمر الدسوقي ويتقال كده نص خلصوا على عمر الدسوقي مع نوان ونفسان وكل شيء بقى انها هاجمك للصبح يعني لبالك انت عايزت معايا مرحلة معينة كده طبعا اعتقد مر عليها معظم الناس اللي مش نعملوا في رياضة سواء لعب كورة او نجم السابق او مدرب او اداري او حتى اعلامي فكرة انه يلق حتى بتسمى كده طبعا نعمل حملة ده حقيقا خلي بالك هو موجود في الكورة من زمان لو جيت بصيت لقطاع الكورة من زمان هتلاقي ان الناس اللي هي على الكيبورد دلوقتي اللي هي بتقدر يعني تنتقد كريم او تهاجم كريم كنت تلاقيهم في المدرجات اه تحول بس على شكل تاني برضو يعني انا من وجه النظر مش عايز اقول حاجات مدفوعة الاجر ولكن هي موجودة لا ايه اكيد مدفوعة الاجر انا عايز انا بحاول اجملها لا ما فيش اصله هو بتبقى صفحات بص للأسف للأسف احنا الناس بتستغل ده وبتحاول تعمل كيان وهمي ده من وجه نظري السوشال ميديا والحملات اللي بتطلع على اللعيبة والجماعة ده حاجات وهمية وللأسف فيه يعني امور كتيرة جدا بتنساق مع الشكل ده من غير ما تبحث في بطن الامور نفسها ان انت كادارة معينة بتاخد قرار عشان فلان الفلاني كم كبير بيهجمه فانا هقيله لا وانا جايبك كادارة ما هنا دور الادارة مهم جدا النهاردة اذا كنت انت اداري فاهم انت بتعمل ايه انت ما ينفعش تاخد اي قرارات عن تريه بس بقليك ردة فاعل معينة حتى لو هي عكس الجمهور ولا بتأسير السوشيال ميديا او بنقول عكس الطيار الوهمي يعني هسميه بالطيار الوهمي صحيح اللي هو الطيار اللي بيتركب الطيار اللي انت بتحاول ان انت توجده وهو اصلا مش موجود وهتلاقيهم مثلا 20-30 واحد فتحين 20 صفحة ولا 30-40 صفحة ووراهم كذا حد بيحاول ان هو ينتقد ويدوس في الحتة دي فانت كراجل اداري المفروض لازم تبقى فاهم خلي بالك هنا العيبة الكورة اللي فاهمة هتبقى فاهمة القرارات بالنسبة للكورة صحيح في الاندية هتلاقي برضو الناس الاداريين المفروض ان انا لما بنتخب جماعة عمومية بتبقى فاهمة ده فانت ما ينفعش تنصاق وراء الاتجاه ده لازم بقى ليه قرار لازم بقى ليه تفنيد للشيء نفسه مهم جدا النقطة دي لان النقطة دي بيتبين عليها حاجات كتير اهوة كريمة انت لو جيت بسيت لكل الامور المهمة في حياتنا دلوقتي انت بتاخدها على من السوشيل ميديا وكل الامور اللي بتتحط كضغط على السوشيل ميديا فظل ان السوشيل ميديا دي ممكن ما تلاقيهاش واحد في المية من جمهور اللي فعلا احنا بنحبه عشان ييجي في المدرجات والكم الكبير من جمهورنا اللي موجود حي